السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد 6 آب أغسطس طبعا القمر اليوم موجود في برج الحمل ورح يظل في الحمل لغاية صباح يوم الاثنين اليوم منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع بتصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة إن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها ابنفق الدبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون أو للرأس أو لأعصاب الدماغ مثلا إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا هذه فترة جيدة إلى إدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاويتين والزاويتين إيجابيات الزاوية الأولى زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة 41 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيج نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إيجابية أيضا بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون ذروتها الساعة 8 و34 دقيقة مساء من مساء اليوم طبعا زاوية إيجابية قوية منتجه أو بتتأجج العاطفة اتجاه الجنس الآخر وبينتجه لتعزيز العلاقة مع أحبانا وبينننجح برضو بالتعزيز معها أو للمصالحة أو لتقارب العاطفي ومرضو هاي بتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالهم أو من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا وصلنا للزوايل وصلنا للتوقعات اليومية بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم الثقة عالية جدا بالنفس وكبيرة بعمكم النشاط بإمكان كونكوا تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم منكم أشخاص اليوم ممكن يمارس هواية أو يرفع عن نفسه أو يغير الجو أو يتقارب مع الأحبة أو مع الأبناء وأيضا هذه فترة مناسبة للإحتفالات أو للحفلات معني بكل المجالات تقريبا في نوع من أنواع الإيجابية فترة إيجابية فلازم تستغلوها وطبعا الشمس الموجود في الأسد بتسلط الأضواء على الدعم الخارجي وأيضا على المستوى العاطفي أكثر ممكن يكون فيه نوع من أنواع القروض أو أمور إلها علاقة بحل بعض النزاعات العاطفية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية يوم الغد فعشان هيك هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا صبورين ممكن تشعر بالراحة أو الهدوء الكامل أو الهدوء التام بسبب الزوايا الإيجابية الموجودة أو اللي تأثيراتها اليوم ولكن حاول أنك ما تبدأ بأي شيء جديد وما تتخذ قرارات حاسمة وأي شخص بيوعدك في شيء فلا تثق بوعوده ممكن تجد بعض الدعم يجي من بعض الأحبة بشكل مفاجئ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم النشاط اجتماعي عالي عندكم رغب اليوم للتواصل مع الأصدقاء ومع الأحبة ومع علاقاتكم وممكن تستثمروا بعلاقاتكم لدعمكم في مسألة ما أو لإنجاز بعض الأعمال المهمة اليوم ممكن يتوجه لكم دعوي لحضور حفلة أو مناسبة وأيضا بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وبتفرحوا بدعم من جهة ما ممكن تجد حلول يعني بشكل مفاجئ جدا نشاط وحيوية واتصالات كثيفة جدا اليوم ولكن انتبه أثناء قيادتك للسيارة لأن اليوم رح يكون عندك طاقة عالية فممكن أنك تتهور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم برضو يوم إيجابي جدا على مستوى علاقاتكم مع المسؤولين وبالضل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين ممكن اليوم تسمع كلام إطراء أو ثناء على إنجاز بعض الأعمال المهمة أو مركز أو وعود بترقيات أو ترفيعات وأيضا اللي بيشتغلوا في مجال السوشال ميديا ممكن يكون اليوم في نوع من أنواع الشهرة حاول بس أنك تحافظ على إنجازاتك القائمة وحاول أنك تنظم وقتك بشكل جيد واحترم المواعيد هاي الفترة بتطلب الدقة والمتابعة وحضر بشكل جيد وما ترتجل وأهم إشي ما تشوه سمعتك بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا اليوم هذا من الأيام المميزة جدا بالنسبة لإلك لأن القمر موجود في البيت التاسع معناته نشاط عالي جدا رح يكون بالسفر أو الاتصالات أو الامتحانات أو رغبة بالدراسة بالنقاشات الفلسفية والدينية على مستوى الأحبة والتواصل معهم ورامياتك كلها أجواء جيدة حتى اللي بيشتغلوا في مجال التجارة الاستراد والتصدير رح يستفيدوا بشكل جيد هذا اليوم مناسب لإجتياز امتحان أو جراء مقابلة وهي فترة جيدة لخوض تجربة جديدة وهي فترة مناسبة للإنفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما يعني يعتبر هذا اليوم من أجمل أيام الشهر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم هذا اليوم رغم هيك أنه اليوم في حلول لمعض المسائل المالية المشتركة ممكن فوتير أو بنك ضريبة تأمين هاي المجالات أو حتى ممكن نقاش مع بعض الداعمين لا إلك الفرصة متاحة لما اكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض وممكن تسعد بتسوية أو بحل من دعم يعني بيجيك من جهة أو أخرى بتفك ذيقتك فيها أهم شيء أنه اليوم لا تفرض رأيك وما تكون عنيد وبرضو ممكن تكون في حدث عائلي مهم جداً ولا تهمل أوراقك الثبوتية وعدم حملها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم يعني اليوم جيد على مستوى مصالحة في خلاف بين الزوج والزوجة بدهم يتصالحوا أو يتقاربوا أو بين الأحبة أو بين شركاء العمل اليوم هذا مناسب لهذا الأمر أيضاً تبادل الأفكار ووضع خطط مستقبلية ما بين الشركاء ممتاز جداً وهذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني يعني أي عمل بدك تقوم فيه حاول أنك تخلي شخص يساعدك في هذا الموضوع أو يكون معك في هذا الموضوع عشان تقدر يتممه ولكن بدك تنتبه وتتجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات وحاذر من المواجهات الكلامية وحاذر من مخالفة التعليمات والقوانين أيضاً برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً اليوم التركيز على العمل رح يكون عندكو كثير من الانشغالات والأعمال ممكن الأعمال هاي تكون كعمل أو ستات لبيوت عمالهم في البيت ورشات تنظيف وتصليحات والتزامات وأشياء من هذا القبيل فعشان هيك بتكو تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من الزملاء أهم شيء أنه اليوم تحاول أنك أنت تتمم أعمالك ما تلتي بالأعمال اللي ما في منها فايدة نظم برضو جدوى الغذائك وخذ قصط من الراحة من حين لآخر هاي فترة مهمة جداً بالرغم من التوتر السائد وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وما تغامر بموقعك وحاول أيضاً أنك ما تتغيب عن عملك يعني احتمالية عمل لوقت إضافي برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعاً يعتبر هذا اليوم من أكثر الأيام فيها حضوض رغم كل تراجعات الكواكب اللي بتضغط بشكل سلبي ولكن اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو اليوم بيكون في حضوض قوية بالنسبة لإلك كتجميل، تغيير مظهرك، نفسيتك، ممارسة هواية، تقارب مع الأحبة، مصالحة مع الأبناء أو مع الأحبة اليوم رائع ولكن حتى يعني على المستوى الفكري ممتاز ولكن إذا عصبت وانتقدت فرح تخسر كثير من الأمور هذه فترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية ولتلطيف الأجواء وأيضا ممتاز جدا للمغازلة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة ابترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم، ديكور، تصليحات، ترميمات ممكن يكون في بعض الأعطال المنزلية وبرضو ممكن يكون في حدث عائلي وهذه فترة مناسبة للتفاهم مع أفراد العائلة أو للتقارب العائلي ابعد عن المشاكل والمشاحنات قدر الإمكان ممكن اليوم تقدم على خطوة جريئة أو تظهر مسائل مهمة بتحتاج للحوار اللي بيشتغلوا في مجال العقارات أو اللي بيدهم يستأجروا بيت أو بيدهم يشتروا بيت أو يبيعوا بيت هاي فترة ممتازة جدا لهاي الأمور برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات بكثافة والمواصلات والاتصالات يعني رح تهتموا بالسيارات بالإلكترونيات بالأمور اللي إلها علاقة بهذا الأمر منكم أشخاص اليوم ممكن يطلق مرحلة مهنية لترويج لمشاريعوا بنجاح أو يكون له تقارب ما بينه أو تعامل ما بينه بين الإخوة والجيران وهاي فترة مناسبة جدا لاجتياز امتحان عند قدرة عالية جدا على الإقناع والحوار والنقاش حتى على المستوى العاطفي ممتازة للتقارب العاطفي والتفاهم مع الأحبة أهم شيء يعني ممكن يتقدم منك أحد الأشخاص للمساعدة أو للتعاون لا الترفيه برضو هاي الفترة ممتازة ولكن احذر أثناء التنقلات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة اليوم لمكسب مالي وعادة لما بكون القمر في البيت الثاني التركيز بكون على الأعمال الإضافية يعني ممكن تحصل على مال من عمل إضافي أو مكافآت أو تسترد أموال بتعود لك أو ممكن تحصل على هدية أو دعم حتى أهم شيء أنك ما تضيع الفرصة إن إنشط باتجاه أي شيء بحسن وضعك المالي وضف طاقتك الذهنية والفكرية البناءة لوضع حد للتساؤلات ممكن اليوم تهتم ببعض الفواتير أو بعض الأمور المالية اللي شوي كانت مربكيتك بالفترة الماضية هاي فترة جيدة على المستوى المالي أهم مش إنك تناقش بوضوح وتتجنب الالتباسات وما تغامر مغامرات مالية لأنها تعتبر مجازفات بهيك وضع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء